الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والكمال وقسم بين عباده الأرزاق والآجال اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عرض ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون عرض خلقك ورد نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اجزيه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد الصيام وصحة الأجسام وحلقة اليوم بإذن الله تعالى الصيام يقل بدن من الأسقام الحديث الرئيس في هذه السلسلة في هذا البرنامج طيب الصوم جنة ساتر يحميك من الوقوع في الأمراض لك أن تتخيل صايم من الساعة 3 25 دقيقة لو أذن الفجر الصادق لغاية الساعة 7 يعني ما يقرب من 15 ساعة 16 ساعة تقريبا لو ضربتهم في ستين دقيقة الساعة ستين دقيقة والدقيقة ستين سانية يطلع لك الناتج أكتر من خمسين ألف سانية عايزك تستشعر أن احنا هنقف يوم القيامة خمسين ألف سنة الوقفة بس وقفة الحشر ولسه ربنا ما بدأش الحساب ولسه الشفاعة أسألوا أن يهونها علينا جميعا بهذا الصيام لما كان يسألوا أبو هريرة رضي الله عنه يا أبا هريرة لما تختار اليوم الحار تصوم فيه في صيام النافلة يعني يقول أصومه ليوم أشد منه حارا ها قد جاءنا جميعا الرمضان رمضان في الصيف عندما يسألوا عليه بتحب إيه أحب الصيام بالصيف وإكرام الضيف وضرب العدو بالصيف صيام بالصيف يا أخوان وأحد النساء من التابعيات كانوا يسألوها بتصوم ليه في رمضان قالت صيام الشتة ده صيام الأطفال صيام الصيف الصيام الحقيقي قالوا إنها بتصوم في الصيف والساعات الطويلة والحر ها الرجال يبانوا هنا بقى عايزك تستشعر إن كل ثانية بتنجيك من سنة يوم القيامة من حر سنة إنما يوفى الصابرون أجرام بغير عساب خمسين ألف ثانية انت صايمهم وهتقف يوم القيامة أو المفروض إن أرض المحشر جميع الناس تقف خمسين ألف سنة يبقى الثانية تقيق سنة عايزك تستشعر كنا ما تنفخش طول النهار استشعر استشعر الأجر احتسابة إيمانا واحتسابة عشان الأجر يبقى عالي مش صايم كده مش صبر ما تزعلوش مني مش صبر صبر البهائم مربوط الحيوان أعزاكم الله في حبل أو ما يطعوا الحبل يجري لا وعلى طول عينك على المطبخ وعينك على الساعة هتيجي إمتى الساعة هفطر إيه حبرت كذا عملت كذا سويت كذا اشتريتوا الفاكهة عصرتوا لا ده كل ثانية إن شاء الله تعالى ما بتعرف على البرنامج ده في كل حلقة نتحدث عن عدو وعضاء الجسم كل ثانية بتعمل حاجة جواك فنبدأ فنبدأ مثلا بالسموم الداخلية قال علماء الطب في الغرب في الغرب علماء أمريكا وأوروب قالوا متحديد الألمانيا وأمريكا قالوا إن الجسد يدخله على مدار العام 200 كيلو جرام من المواد السامة والمعادن عبر النفس عبر الطعام عبر الماء حاجات الملووذة بتاعتنا دي عندهم حق و200 كيلو ده يمكن رقم صغير عندهم ده عندنا يمكن قلب في كيلو ولا حاجة في أجسامنا شوف البحث بيقول إيه مالوبش دعوا برمضان وبيتكلموش عن رمضان ولا الصيام بتاعنا خالص بيقولوا إيه فهذا في البحث كبير كده فهذا يحتاج إلى صيام شهر في العام كبير كده يعني الامتناع عن تناول الطعام والشراب على مدار ساعات النهار سبحان الله العظيم شوف ربنا بقول ليه في القرآن وأن تصوموا بعد مدى الرخصة للمسافر والمريد وأن تصوموا خيروا لكم إن كنتم تعلمون يعني دي عايزة علم برنامج ده بقى تفرج عليه بليه تحت ساب علم علم شارعي عايزة عرف علم بصوم ليه مش صايم للي بقالي خمسين سنة طلعنا لأننا نفسينا مسلمين وصايمين بيحصل بيحصل إيه داخل الجسم بيحصل إن جسمك متوقف عن تناول الطعام والشراب على مدار النهار فتبدأ الأعضاء المسؤولة على التخلص من السموم على الأساة الكبد إنه يخلصوك من السموم دي على مدار عام لدرجة العلماء قالوا والبحث كان روسي إن يوم واحد يوم واحد يوم واحد في رمضان يوم واحد يخلصك من سموم عشر تيام فاتت يبقى تلاتين يوم في رمضان يخلصك من كم يوم تلاتين في عشر بتلتمية يعني تلتمية يوم يعني السنة إلا شهرين طب ده السنة اتنشر شهر السنة الهجرية تلتمية وستين يوم يأتي هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم بأبي وأمي بعد رمضان من صام رمضان حديث رواب مسلم أبو يوم الأنصاري من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال ستة من شوال شفت الستة دي بسألش نفسك ولا مرة ليه ستة يبقى ستة ستة يام في شوال وتلاتين يوم ستة وتلاتين في عشرة بتلتمية وستين لأن اليوم بعشرة عند ربنا ما تجاء من حسنة فلو عشرة أمثاليها يبقى خط صيام عام كامل ده الأجر الروحاني الرباني بقى طب الأجر المادي اللي جواك جسمك استفد أيوة والله استفاد ربنا ما فردش لعبادات كده ده لصحتك قيام الليل نفسه في رواية للتبراني يقول ومطردها للداء من الجسد قيام الليل وإحنا وقفينه رجلنا تعبانا وضهري واجعله ساعد بعض على كرسي أه والله بيطرد الداء من الجسد والله بيطرد الداء بقول والله من غير ما بص على الأبحاث إن شاء الله يجبها لكم لو كمل إن شاء الله بيفضل الله السنة دي مع بعض لأنه بقول والله لأن الأخبر هو الصادق الذي لا ينطق عن الهواء النبي عليه الصلاة والسلام بطردها للداء من الجسد يعني لو نمت من ليل وما قمتش الليل لقيت والله أنت خسران خسران ما قلتش آثم لأنه مش فرض عليك لأ صلي العشرة ونبقوا على الفجر أنا بأتكلم في القامة العادية ما ينفعش ما بدأت تروح في رمضان لأن من قام رمضان برضو حريس المخاري ومسلم حريس المهورين من قام رمضان إيماناً واحتساماً غفراً لأنه ما تقدم من ذنب إيه وعد ضيق القيام فالصيام ليه فايد الجسمك السموم اللي دخل الجسم اللي دخلت الجسم على مدار السنة فاتت عشان جسمك يكمل لعمر ربنا يديك العمر المدين بإذن الله في طاعتي وفي العافية عشان جسمك يكمل لا بد أن يتخلص من أكتر من 250 أو 200 كيلو جرام السموم دخلت ده يتسنى بصيام أكتر من 10 ساعات على مدار النهار سيام كامل فيش حاجة اسمها سمع على الطعام واشف شوية مية واشف شوية مية واشف شوية إيه سيام كامل يعني لنقطة مية تخش اللي هو سيام المسلمين ولا أكل يخش سيام كامل ده اللي يبنع العاملات الهد بتاعت السموم دي وغضرها خطيرة وبالتالي يبدأ الجسم يتوجه ويفوق يدينه فرصة يفوق شهر في السنة عشان يخلصك من كل السموم اللي دخلت الجسم دخلت في الرئة ودخلت في الكابل نفسه اللي هو العضو اللي بيخلصنا من السموم بفضل الله تعالى ودخلت في البنكرياس ودخلت في الطحان ودخلت في الدم ودخلت في الخلايا ودخلت في الشرايين ودخلت في القلب ودخلت في المعدة ومشاكل القولون والجهاز الهضمي ودخلت في الأبعاء الرفيعة وبعالي الغليزة ودخلت في نسيج المخ ودخلت في الأذن ودخلت في العين ودخلت في الجلد سموب يبقى أنت محتاج شهر رمضان ولا والله الصحابة ما كانش عارفين الأبحاث دي ولا على أيامهم اكتشفوها لكن كان بيقولوا سامعنا وقطعنا إحنا عايزين نوصل لكده مش عايز أسمع واحد زي مننا في الجامعة يقول لي عايزة عايد بقى كانوا كنا في آخر رمضان إزاي يعني أيوا نعايد وكل عايد بس أنت زعلان من رمضان أرفان متضايق من الصيام كاره للصيام لا أنت أنت تحبه ولذلك اللي بيخرج حبه وفهم رمضان أنه وسيلة مش غاية هو وسيلة لتحصيل ثمرة التقوى وتحصيل بدن جيد وتحصيل مغفرة ربانية على مسالك من الذنوب اللي فيه ده تلقيه على طول بيسارع بالستة البيض من تاني يوم العيد أول يوم العيد من حراب صيامه أول يوم العيد الكيمير أول يوم الصغير والتلاث تيام التشريق ده حراب صيام دون ذلك صو داود بن أبي هند أسرد الصيام سردا أربعين سنة صائم والغريب لم تعلم زوجته وينه ما جبه ما عرفتش إنه صائم تديره الأكل يروح المحل بتاعه يروح المحل بتاعه يروح المحل التابعين للأجلاء يوزع الأكل في السكة وتصدق بي بمناسبة الأكل وتصدق إحنا في شهر أطعام الطعام كما قال سوفان الثوري إنه لقراءة القرآن وأطعام الطعام دا رمضان ختمة قرآن وأطعام طعام دا شغلك وكان يوزعه ويولع الشبعة كده على المغرب وبيفطر طالبت القلب وما اللي قارفه أربعين سنة صايم إحنا نقول لك سوف رمضان بس ومنحاول نقول لك تفاوين الطبية اللي فيه وقتنا خلص أترككم في رعاية الله وأمنه وأراكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج الصيام وصحة الأجسام أو الصيام جراح بلا ألم أو جراح السلام عليكم ورحبته وبركاته صوموا تصحوا وعلموا يا قومنا أن الصيام رفيقكم يوم الزحام شر الوعاء البطن يا أهل التقى والشر في الإسراف والأكل الحرام أمر الشريات كل خير لنا كل الفوائد في الصيام وفي القيام ما شره الرحمن أمرا للورا إلا وفيه الخير كنز والسلام إلا وفيه الرحمن